اشتركوا في القناة ونشوف ردوة بعدها تقول لنا ايه اسمي ردوة وعندي 23 سنة وعيشة مع مامتي واختي من بعد وفاة بابا الله يرحمه ومن ساعة وفاة بابا وانا عيشة في مشاكل كل يوم لحد ما تعبت ووصلت لدرجة اني بقيت خلاص عايزة اسيب البيت وامشي وعيش بعيد اول واكبر مشكلة في حياتي هي اختي اختي بتكرهني قوي حقيقي ومش اللي هو مشكل وخلاص بتغير مني بشكل مش طبيعي دايما عايزة تثبت نفسها على حسابي لدرجة اني عايزة تمحيني وتضيعني حرفيا مش عارفة بصراحة احكي ايه ولا ايه بس كل اللي اقدر اقوله انها عملت معايا مواقف كتير وحشة وانا فاكرها دايما عايزة تطلعني وحشة في عين العيلة باي طريقة وخلاص يا مفترت علي كل ده وانا بحاول اصبر وافوت واقول معلش ملناش غير بعض لكن برضو مفيش فائدة مش اختي وبس ماما كمان ما بتحبنيش يا سالي دايما هي واختي بيتفقوا علي خليني احكيلك حاجة كده بسيطة عشان تفهمي قصدي اكتر من فترة كده ماما جالها مرض سرطان الثادي تعبت جدا لدرجة ان هي كانت ساعت ممكن تعمل طوالات على نفسها استحملتها بس هي كانت عنيدة جدا وطبعها وحش فكانت بتصمم على انها هي اللي تعمل الاكل وبقديها بسبب اهمالها الشديد في نظافة الاكل اكلت منها اكل ملوث وجالي تعب في معدتي رغم كده ما كانتش بترضى تخليني اعمل الاكل كانت بتتخانق معايا لو حاولت ساعدها لدرجة ان هي بتفرج علي العمرة كلها صوتها كان بيعلة بطريقة وحشة ميفرقش معاها حد ولا اي حاجة وكل ده عشان ما كانتش عايزة تحس بمرضها ولا تعترف انها تعبانة ولما غلبت معاها ما بقيتش اكل من اكلها خالص بقيت انا اللي بعمل لنفسي او بجيب اكل من برا فلحظت اني قطعت اكلها وليه وليه اعمل كده بقيت كل يوم بتتخانق معايا بتتلككلي على اقل حاجة دايما زعي وخناء واشتيمة وفضلت على كده لحد ما خفت وتعالجت وعلى فكرة امي رغم مرضها وتعبها كانت شديدة دايما بتروح وتيجي وصحتها كويسة هنا بقى محتاجة اقاف عند كلامك يا ردوة معلش طب ماما كانت تعبان ووضح من كلامك ان هي رفضة ان هي تبقى مريضة بتحارب المرض يا ماما ده لم خليها ان هي مصرة تدخل المطبخ وتطبخ بأيديها عشان زي ما قلتي مش عايزة تحس بمرضها رغم ان هي مش قادرة توقف على رجليها يا حبيبتي عشان هي شخصيتها قوية المفروض في الوقت ده نستحملها فين بقى المشكلة اللي تخليكي تقولي ان هي ما بتحبكيش مش بتصق فيكي او بتتفق عليك هي واختك ليه هم عاملين عليكي ربطية تعالوا نكمل اللي اتنين متفقين مع بعض جدا بيكراهوا يشوفوني مبسوطة او حتى مرتاحة ده لما بكون بتحك ماما والله بتخترع لي اي حاجة عشان تنكد علي فكرت كتير ان انا سيب البيت وامشي بس ما قدرتش اصل انا من عائلة كبيرة وناس محترمة جدا واحنا في الاصل صعايدة يعني حاجة زي دي رقبتي اتطير فيها وانا بصراحة كمان فكرت فيها ومعرفتش عاملها جربت اروح اعيش عند حد من عائلتنا بس مرتحتش ورجعت بيتنا تاني ودلوقتي مش عارفة عيش مع ماما واختي ما بقيتش عارفة اعمل ايه انا حرفيا في البيت مش عايشة يا سالي لا عارفة نام ولا عارفة اكل ولا عارفة اشتغل وحياتي وقفة مش عارفة اعمل اي حاجة ولاني بنت ده اللي مكتفني ومخليني وقفة مكاني عندي مشكلة كمان ان عندي ناس معايا في الشارع عاملين هاك على تليفوني بيتابعوا بيرقبوا كل حاجة تخص حياتي ومشاكلي وكل خصوصياتي هم شوية بيعودوا في الشارع كل شوية تلقيح بالكلام وحاجة اخر ايه اللي تأدب عارضين كل تفاصيل حياتي على الملأ وانا مش مسكة اي دليل ضدهم يعني مشاكل من كل ناحية قولولي اعمل ايه قولولي اعمل ايه انا اعمل ايه لحد هنا خلصت رسالة رضوة يمكن عدد كبير من حضراتكم لاحظ انه في حاجة غريبة زي ما انا لاحظت اتهمها الكل اللي حواليها اتهمت كتير جدا مامتها اختها حتى الشباب اللي عندها في الشارع يعني ايه مخترقين موبايلات تفتكروا في حد ممكن تكون الدنيا كلها ضده بالشكل ده ولا رضوة هي لفهمها غلط تفكيرها مصور لها المشاكل دي كلها طب لو رضوة بقى مشكلتها الحقيقية طريقة تفكيرها حكمها على الناس هنسعيدها ازاي استنونا بعد الفاصل